السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي في درس جديد من دروس التربية الإسلامية نتحدث اليوم عن المجال الثاني الحديث الشريف درسنا لهذا اليوم بعنوان فضل إتقان العمل الجزء الأول من الدرس هيا لنتعرف على أهداف الدرس أولا أن يقرأ الحديث الشريف كراءة صحيحة ثانيا أن يعرف راوي الحديث الشريف تعريفا متقنا ثالثا أن يفسر معاني المفردات تفسيرا سليما الآن يا أبطال نقوم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 34 والاستماع الجيد لهذه القصة والاستعداد لأسئلة المناقشة هيا مستعدون أحسنتم يروى أن رجلا اسمه أبو محمد وكان تاجرا ثريا وكان يسكن بجواره في بيت بسيط صديق له اسمه أبو جاسم يعمل في بناء المنازل وذات يوم قال أبو محمد لصديقه أريدك أن تبني لي بيتا جميلا ومتينا وأعطاه كل ما يلزمه من نفقات لبناء هذا البيت وتشيده ولكن أبو جاسم طامع وأراد أن يوفر من نفقات البناء لنفسه فلم يطقن بناء البيت ولم يستخدم مواد جيدة في بنائه وبعد أن أتم بناءه ذهب إلى صديقه أبو محمد ليسلمه مفاتيحه فابتسم أبو محمد وقال له هذا البيت هو هدية لك يا صديقي صدم أبو جاسم من المفاجأة وندم ندما شديدا هل استمعتم جيدا للقصة؟ بارك الله فيكم الآن هيا لأسئلة المناقشة ماذا طلب أبو محمد من أبا جاسم؟ من يستطيع الإجابة؟ أحسنتم أن يبني له بيتا جميلا ومتينا وماذا فعل أبو جاسم؟ رائع لم يتقن بناء البيت لأنه طمع وأراد أن يوفر من نفقات البناء وما هي المفاجأة التي صدم بها أبو جاسم؟ أحسنتم أن أبو محمد قال له هذا البيت هو هدية لك يا صديقي ولكن يا أبطال لماذا ندم أبو جاسم في نهاية القصة؟ أحسنتم لأنه لم يتقن بناء البيت وماذا نستفيد من هذه القصة في حياتنا؟ بارك الله فيكم يجب على كل إنسان أن يتقن عمله ويخلص فيه أحسنتم جميعا وهذا ما نتعرف عليه من خلال درسنا لهذا اليوم وهو فضل إتقان العمل مستعدون؟ أحسنتم هيا يا أبطال نكون بفتح الكتاب المدرسي صفحة 35 والاستماع الجيد للحديث الشريف حتى تستطيع الحفظ الجيد له عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أخرجه أبو يعلى والطبراني هل استمعتم جيدا للحديث الشريف؟ بارك الله فيكم بإمكانكم يا أبطال استخدام هذا الكود الموجود بالكتاب المدرسي صفحة 35 والاستماع مرة أخرى للحديث حتى تستطيع الحفظ الجيد للحديث الشريف أكمل الحديث الشريف من منكم استطاع حفظ الحديث الشريف؟ يكمل معي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من يستطيع أن يكمل الحديث الشريف؟ أحسنتم إن الله يحب إذا عمل أحسنتم أحدكم عملا أن رائع أن يتقن أحسنتم جميعا أتعرف راوي الحديث هيا لنتعرف على راوي الحديث الشريف من خلال اسمها وفطلها أولا اسمها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أما عن فضلها من أكثر من روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن تعرفنا على راوي الحديث الشريف هيا لفقرة أكتب ما تعرفه عن راوي الحديث الشريف من البطل الذي يستطيع الإجابة؟ أحسنتم اسمها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من يستطيع أن يكمل الإجابة؟ رائع يا بطل زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأيضا أحسنتم فضلها من أكثر من روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنتم جميعا معاني المفردات الآن يا أبطال يظهر أمامنا الحديث الشريف وبه كلمات ملونة باللون الأحمر أريد معرفة معاني هذه الكلمات هيا لنقرأ الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه يظهر أمامنا كلمة أحدكم وكلمة يتقنه نريد معرفة المعنى المراض بهما أولا أحدكم من خلال هذه السور هيا لنتعرف على معنى كلمة أحدكم الصورة الأولى يظهر بها طبيب والصورة الثانية مهندس والصورة الثالثة معلم إذن كلمة أحدكم تعني أحسنتم المقصود بها كل فرد في المجتمع هل يقصد بها فرد معين أو وظيفة معينة أحسنتم يا أبطال يقصد بها كل فرد في المجتمع أحسنتم يتقنه ماذا تعني كلمة يتقنه من خلال القصة التي استمعنا إليها في بداية الدرس من يستنتج لي معنى كلمة يتقنه أحسنتم يؤدي بدقة ومهارة وإخلاص أحسنتم جميعا هيا يا أبطال لفقرة فكر وأجب كلمة أحدكم في الحديث الشريف يقصد بها العامل أم كل فرد في المجتمع أم المعلم أم الطبيب من البطل الذي يستطيع الإجابة أحسنت يا بطل كل فرد في المجتمع أحسنتم كلمة يتقن معناها في الحديث الشريف الإهمال في العمل أم الإخلاص في العمل أم الإسراع في العمل من يستطيع الإجابة أحسنتم الإخلاص في العمل أحسنتم جميعا والآن يا أبطال فقرة أتعلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه يظهر أمامنا كلمة عملا فكر معي يا بطل ما العمل المقصود بالحديث الشريف هيا نفكر سويا من خلال هذه السور هيا لنتعرف على العمل المقصود في الحديث الشريف هذه صورة معلم أحسنتم وهذه صورة طبيب وهذه صورة طالب أحسنتم أحسنتم إذن كلمة عملا يقصد بها أحسنتم تشمل كل ما يؤديه الإنسان من خلال ما يتعلق بوظيفته ودوره في المجتمع وأيضا من خلال ماذا أحسنتم العبادات التي يقوم بها أحسنتم جميعا في رحاب الحديث الشريف إلى ماذا يرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث الشريف من يستطيع الإجابة أحسنتم إلى أهمية إتقان العمل وفضله ولماذا لماذا يرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهمية إتقان العمل وفضله بارك الله فيكم لأن الله تعالى يحب إذا عمل أحد من الناس عملا أن يتقن عمله ويخلص فيه أحسنتم جميعا الدروس المستفادة لدرس اليوم ماذا استفدنا من درس اليوم يا أبطال أحسنتم المسلم يخلص في آداء عمله وماذا أيضا أحسنتم أحسنتم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أحسنتم جميعا التقويم أولا أكمل الفراغات مما بين القوسين أحدكم يتقن يحب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أحسنتم يحب إذا عمل ممتاز أحدكم عملا أن أحسنتم يتقن أحسنتم جميعا ثانيا أكبر البطاقة التعريفية لراوي الحديث الشريف اسمها من يتذكر اسم راوي الحديث الشريف؟ أحسنت يا بطل هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فضلها بارك الله فيك من أكثر من روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنتم جميعا ثالثا اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه معناه يتقنه يؤديه بإهمال يؤديه بسرعة يؤديه بدقة ومهارة من يستطيع الإجابة؟ أحسنت يا بطل يؤديه بدقة ومهارة أحسنتم جميعا وإلى هنا لقد انتهى درسنا لهذا اليوم شكرا لحسن استماعكم للدرس الرجاء مذاكرة الدرس جيدا وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى في الجزء الثاني من الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر